السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات شائع جدا الحديث عن فوائد الكركم ونادرا ما يتم الحديث عن أضراره سأتحدث بداية عن أضراره العشرة وآثاره الجانبية وبعدها سأتحدث عن فوائده الخمسة والسؤال هل يستحق الكركم كل هذا العناء فعلا؟ الموضوع يحتاج لدقة كبيرة واعتدال أنا الدكتور نوار علي طبيب أمراض باطن عامي واختصاصي بالتغذي والغدد والسكري ما هي الآثار الجانبية العشرة الأكثر خطورة للكركم والكركمين؟ الكركم هو أكثر التوابل شهرة كمضاد التهاب ولكنه يفعل الكثير من الأشياء الأخرى دراسات عديدة أظهرت أنه فعال بشكل كبير كمضاد التهاب أكثر من البروفين والإيبوبروفين لكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب أن تكون حاضرة في البال دائما الكركم هو جذر النبات وهو ليس نقي والكركمين هو العنصر النشط الموجود بداخله معظم المكملات الغذائية للكركم اليوم تحتوي على 95% من الكركمين المركز وهو واحد من أكثر المكملات الغذائية التي تستخدم على مستوى العالم بسبب فوائده العديدة كمضاد التهاب ومضاد أكسدي ودوره في علاج هشاشة العظم فهو يسبب موت الخلايا السيئة ويفاعل نمو الخلايا الجيدة ولذلك هو علاج في بعض أنواع السرطانات ومع كل ذلك فآثاره الجانبية العشرة كبيرة وعليك الحذر منها فعشرات الدراسات والأبحاث أشارت إلى خطورة الكركم والكركمين في هذه الحالات أولا له تأثيرات سلبية على ضغط الدم فالجرعات العالية من الكركم قد تخفض ضغط الدم بشكل كبير خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط مثل حاصرات بيتة لذلك إذا كان ضغط الدم لديك منخفض أو كنت تتناول هذه الأدوية فلا تتناوله التأثير الجانبي الثاني زيادة خطر لإصابة بحصوات الكلا فالكركم يحتوي على نسبة عالية من الأجزالات وهذا أمر مقلق ومع أنه مضاد التهاب إلا أنه يمكن أن يسبب التهاب كلا وهذه مفارقة كبيرة لكنها حقيقة لذلك إذا كان عندك قصة أو مشاكل كلوية أو مشاكل سابقة في الجهاز البولي لا تتناول الكركم الكركمين حقيقة صحي جدا لكن جذر الكركم ليس نقيا ويحتوي على مواد ضارة ومؤكسيدة وتزيد من خطورة تشكل حصوات الكلا التأثير الجانبي الثالث هو خفض مستوى السكر في الدم فهو يخفض مستوى السكر في الدم عند مريض السكري بشكل ملحوظ وهذا أمر جيد لمريض السكري لكن يجب الحذر من تناول جرعات عالية من الكركمين فهو يخفض السكر بشكل كبير ويمكن أن يسبب دوار وعند بعض الأشخاص فقدان وعي لذلك يجب تناوله باعتدال وبالجرعة المسموحة 60 إلى 100 ميلي جرام وعدم المبالغة في تناوله فهو فعلا جيد لمريض السكري وهو مضاد أكسدي ومضاد التهاب ويحسن حساسية الإنسولين ويساعد على تخزين السكر في الكبد لكن ضمن الجرعة المسموحة التأثير الجانبي الرابع يمكن أن يسبب الكركمين حساسية جلدية والتهاب جلد تماسي فبعض الأشخاص عند تناوله تصاب بحكة جلدية وتقشر بشرة وحساسية جلد إذا كنت تعاني من حساسية جلد فلا تتناوله التأثير الجانبي الخامس يمكن أن يسبب مشاكل في المرارة وغثيان وأقياء وتشنجات وإسهال وفي حال وجود آلام في المرارة فالكركم يزيد من هذه الآلام إذا كنت قد عانيت سابقا من مشاكل أو آلام أو حصوات في المرارة أو جراحة المرارة فالكركم ليس مناسبا لك لا تتناوله لأنه يحفز الصفراء ويزيد من المشكلة ومن آلام المرارة التأثير الجانبي السادس الكركم يمكن أن يمنع امتصاص الحديد ومن الأفضل تناوله مع الوجبات فهو قابل للذوبان في الدهون الأشخاص الذين يعانون من فقر دم معرضون لإصابة بمشكلة نقص امتصاص الحديد بسبب تناولهم للكركم فالكركمين يمكن أن يرتبط بالحديد في الأمعاء ويعيق الامتصاص ونتيجة ذلك يشعر المريض بالتعب والنعاس إذا كنت مريض فقر دم بنقص الحديد لا تتناول الكركم التأثير الجانبي السابع يزيد الكركم من خطر النزف أكثر ما يثير القلق بشأن تناول الكركم هو استخدامك لمميعة الدم فعندما تتعرض لجرح سيكون هناك صعوبة في تكوين خثرات وجلطات دموية لإيقاف النزف كما أنك قد تتعرض لنزيف داخلي إذا كنت تتناول كميات سائدة وجرعات عالية جدا من الكركمين كن حذرا إذا كنت تتناول أدوية أخرى الكركم عند الأشخاص الطبيعيين مفيد في منع تشكل الجلطات الدموية وهذا أمر جيد لكن إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم فإن تناولك للكركم بكميات كبيرة جدا يسبب نزوف خطيرة التأثير الجانبي الثامن يمكن أن يسبب تناول الكركم تفاعلات دوائية عند المريض الذي يتناول أدوية ضغط الدم وأدوية السكر وغيرها وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الماعدة وأجهزة الجسم لذلك استشارة الطبيب هامة وضرورية إذا كنت تستخدم مميعة الدم مثل الوارفارين فإن تناولك للكركم يمكن أن يخفض الضغط لديك أكثر من اللازم ويمكن أن يزيد من تمييع الدم أكثر من اللازم التأثير الجانبي التاسع تناول الكركم بجرعات عالية يمكن أن يسبب مشاكل واضطرابات هضمية غثيان، إقياء، إسهال فالجرعة المناسبة والمعتدي للكركمين هي 60 إلى 100 ميلي جرام تضاف إلى طبق الطعام أو إلى كوب ماء فاتر وهي جرعة غير مغلقة لكن لا تأخذ على معدة فارغة أما جرعة 500 إلى 2000 ميلي جرام فهي جرعات عالية جدا وتسبب مشاكل للجهاز الهضمي لذلك فإن المكملات الغذائية للكركمين التي تبلغ 1000 ميلي جرام أو أكثر قد تسبب هذه المشكلات التأثير الجانبي العاشر لا أريد أن أنسى تأثير الكركمين على المرأة الحامل فالدراسات والأبحاث لم تنتهي بعد حول ذلك وهناك مخاوف من تناوله وتأثيراته الجانبية لذلك لا يعطى للمرأة الحامل طيب ما هي الفوائد الخمسة للكركم؟ أولا الكركم مضاد التهاب مفيد لصحة المفاصل والعظام والعضلات والتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والالتهابات المزمنة وهو يعمل كمضاد أكسدي ومضاد التهاب ويقلل الخلايا السيئة ويعمل على نمو الخلايا السليمة والمفيدة الفائد الثاني الكركم مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية فهو يحسن وظيفة بطانة الأوعية ويساعد في صحة القلب ويقلل من خطورة التعرض لأمراض قلبية الفائد الثالث الكركم مفيد لصحة الدماغ وتحسين المزاج وعلاج أعراض الاكتئاب الفائد الرابعة الكركم مفيد في حالات حب الشباب وعلاج الصدفية والجلد الجاف والمتقشر بشرط تناوله بالجرعة المسموحة الفائد الخامسة الكركم مفيد في تخفيف الانتفاخات والغازات في جهاز الهضم لكن كما ذكرت فإنه يسبب اضطرابات هضمية عند تناوله بجرعات عالية الكركم مفيد إذا تم تناوله باعتدال بالجرعة المسموحة والمفيدة وإذا لم تكن مريضا وتتناول أدوية والجرعة هي 60 إلى 100 ميلي جرام هذه الجرعة تعطي نتائج جيدة وعظيمة عندما تضاف إلى نظامك الغذائي اليومي هناك مكملات غذائية كركمين 400 إلى 600 ميلي جرام وهناك مكملات 500 إلى 1000 ميلي جرام هي جرعات عالية كي تتناولها تحتاج لتقييم ونصيحة الطبيب إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية أو الحالات المرضية التي ذكرتها أو كنت تتناول أدوية لعلاج مرض معين استشر الطبيب قبل تناول الكركم أو كابسولات الكركمين بدلا من الجرعات الكبيرة والمفرطة حتى لو كنت شخص طبيعي غير مريض تناول دائما جرعات صغيرة ومستمرة واتذكر هذه القاعدة الهامة الكثير من الشيء الجيد أمر سيء واتذكر أن تناول الكركمين مع الفلفل الأسود يحسن الامتصاص بنسبة 2000% يعني 20 ضعف إذن فوائد عظيمة باعتدال وآثار جانبية خطيرة عند بعض الأشخاص هذا هو الكركم بإيجابياته وسلبياته ما له وما عليه كن منطقيا في تناوله واستشر الطبيب إذا لزيم الأمر أيها الأحبة اشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو بالضغط على زر المشاركة وادعموا قناتي بالمشاهدات والتعليقات الجميلة أسئلتكم سأجيب عليها في فيديوهات قادمة يمكن التواصل معي عبر واتس أب من أجل الاستشارات الطبية فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى في واتس أب تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر